الحمد لله رب العالمين وأكمل الصلاة وأتم التسليم على النبي الأمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد موضوع اليوم عن صلة الرحم ما المقصود بصلة الرحم وما فضل صلة الرحم وما حكم صلة الرحم المقصود بصلة الرحم هو الإحسان إلى الأهل وإلى الأقارب على حسب حال الواصل وعلى حسب حال الموصول فطارة تكون الصلة بالمال وتارة تكون الصلة بالسؤال وتارة تكون الصلة بالزيارة على حسب حال الواصل وحال الموصول فلو أن الواصل غني والموصول فقير فحينئذ تكون صلة الرحم بالزيارة مع دفع شيء من المال على سبيل الهدية وإذا كان الواصل فقيرا والموصول غنيا فحينئذ تكون الزيارة من صلة الرحم فضل صلة الرحم ورد به كثير من آيات القرآن الكريم وكثير من أحاديث النبي الأمين عليه الصلاة وأتم التسليم فمن الآيات القرآنية قوله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام وأحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام كثيرة قال صلى الله عليه وسلم من سره أن ينسأ له في أسره ويبسط له في رزقه فليصر رحمه فصلة الرحم سبب لمزيد في الرزق وصلة الرحم سبب للبركة في العمر قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صلة الرحم وحسن الأخلاق تعمران الديار وتزيدان في الأعمار إذا أراد الإنسان أن يكون ذا بركة في عمره وأراد أن يبارك له في ماله ما عليه إلا أن يصل رحمه وإذ يحذر كل الناس من قطيعة الرحم لأن قاطع الرحم ملعون قال ربنا فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله قاطع الرحم ملعون لعنه الله جل وعلا في قرآنه والأحاديث القدسية والأحاديث النبوية تؤكد هذا المعنى هذا الحديث القدسي يقول فيه ربنا أنا الرحمن خلقت الرحمة وشققت له اسما من اسمي فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته والرواية الأخرى ومن قطعها بتته فهذا القاطع لرحمه ملعون في الدنيا مقطوع في الدنيا ما هو أشد من ذلك أن قاطع الرحم لا يدخل الجنة قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا يدخل الجنة قاطع أي قاطع رحم فليحذر كل إنسان من أن يكون قاطعا لرحمه وليحذر الجميع من هذه القطيعة لأنها تحول بينه وبين دخول الجنة كثير من الناس ربما يتعلل وربما يقول لا أجد وقتا أو لا أجد متسعا أن أسأل أو لا أجد متسعا في أن أصل رحمي أقول لك قدر طاقتك وقدر استطاعتك إذا لم تستطع الزيارة فيمكنك أن تصل رحمك من خلال الهاتف بالتلفون أو بأي وسيلة من هذه الوسائل الحديثة حتى لا تكون قاطعا للرحم هناك بعض المفاهيم المغلوطة في مسألة صلة الرحم قد يقول قائل هذا الكلام يكون لمن أحسن إلي لمن أزوره فيزورني هذا الكلام يكون لمن أذهب إليه فيذهب إلي هذا الكلام يتأتى مع من يحسن معه فيحسن إلي والجواب أن هذا الكلام كلام غير صحيح فقد علمنا المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها الواصل الذي يصل ابتغاء مرضات الله طمعا فيما عند الله من ثواب إذا كان الموصول يقطعه فإنه سيطرق بابه وسيذهب إليه صلة لهذه الأرحام وابتغاء لهذا الثواب من عند الله عز وجل الأمر الآخر أن رجلا جاء لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يشتكي له حال وهذا الحال ربما تشابه مع بعض منا يشتكي البعض أنه يذهب إلى أقاربه وهم لا يذهبون إليه يحسن إليهم وهم يسيئون إليه يتقرب إليهم وهم يبتعدون عنه هذا الصحابي يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني أحسن إليهم ويسيئون إليه أحلم عنهم ويجهلون عليه قال صلى الله عليه وسلم لإن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللَّهِ ضَهِيرٌ عَلَيْهِمْ ما دمت على ذلك ما دمت محافظا على صلة الأرحام ما دمت تطرق الأبواب لصلة الأرحام ولا تقطعها فأنت في خير كثير وأنت في فضل عميم أخي بارك الله فيك أخرج من هذه الحلقة بأنه تحت أي سبب وتحت أي بند لا يجوز لك أن تقطع الأرحام ولتعلم أن قطيعة الرحم قد تحول بينك وبين دخول الجنة كما جاءت بذلك نصوص السنة هذا وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اشتركوا في القناة